تغريدة للرئيس الأوكراني فولودمير زينيسكي أثارت ضجة سياسية كانت ستصبح أزمة بين تركيا وروسيا حيث كتب زينيسكي في تغريدة على حسابه في تويتر أشكر صديقي السيد الرئيس رجب طيب أردوغان وشعب تركيا على دعمهم القوي مضيفا أن حضر مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود وتقديم دعم عسكري كبير لأوكرانيا أمران مهمان للغاية خاتما ذلك بقوله أن أهل أوكرانيا لن ينسوا ذلك لكن سرعان ما أكدت مصادر روسية وتركية عدم وجود قرار تركي بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية بموجب اتفاقي مونترو ونقل الصحفي التركي راغب سويلو عن مصادر تركية نفيها وجود قرار بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية وعشار إلى أن المسؤول التركي ذكر لموقع ميدل إيست آي أن أردوغان لم يبلغ زيلنسكي بأن تركيا ستغلق مضيقي البصفور والدردنيل كما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية أن موسكو لم تتلقى أي إختار رسمي تركي بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية وزير الخارجية التركي أيضا مولود شاوش أغلو عقب قائلا أن بلاده قد تغلق المضائق أمام السفن الحربية في حال أقرت بوجود حالة حرب بين روسيا وأوكرانيا لافتا إلى أن أوكرانيا طالبت بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية ولكن مواد اتفاقية مونترو واضحة للغاية